المجتمع الكريم الموجة 19 بزبزبة وقدرها 15.550 كيلو هيرث والموجة 25 بزبزبة وقدرها 11.940 كيلو هيرث والموجة 41 بزبزبة وقدرها 7.915 كيلو هيرث وفي الفترة المسائية من الساعة 6 وحتى السادسة والنص على ثلاثة موجات التالية الموجة 19 بزبزبة وقدرها 15.550 كيلو هيرث وايضا الموجات راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية تقدم لكم كل يوم الأخبار تطلاعات مناقشات على هواء راديو تمازج اهلا ومرحبا بكم الاعزاء المستمعين على امتداد الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان اهلا بكم احييكم من راديو تمازج وابدأ معكم بث 30 من يناير للعام 2015 وابدأ بثنا بنشرة الاخبار اليكم العناوين زائمي الحرب بجنوب السودان يحضران استتاح كمطرؤساء دول الايجاد بأديس أوبا وزير الاعلام بسمان بحر الغزال يؤسد استغرار الأوضاع الأمنية بالولاية لاجئو ولا يسمي للأزرق بأسيوكيا يطالبون المشاركة في المتعوضات الى طفاصيل النشرة من راديو تمازج قال المتحدث باسم الرئاسة بجنوب السودان السيد أتينك ويك إن صحت رئيس جمهورية جنوب السودان تحسنت بعد أن كان يعاني من نزيف في الأنف تم نقله إلى أحد المستشفيات بأسيوبيا بحسب ما ذكره مسؤول لبي بي سي عندما قال إن إن سالفاكير قد عانى من نزيف في الأنف ولم تتضح بعد أي تفاصيل عن حالته وأدى نقله إلى المستشفى إلى تأجيل ويرأى السالفاكير البالغ من العمر 63 عام السلطة في جنوب السودان منذ حصول البلاد على الاستغلال من السودان في العالم